السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم معايا في حلقة جديدة من برنامج صباح الحياة وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت وعلى طول هنروح لأول فقرة في برنامجنا وهي صحتنا في معلومة والتعامل السليم بالطرق الطبيعية لحلات البواسير والشرخ الشرجي وده بناء على مقترحات حضراتكم في سياغة حلقة النهاردة في أربع مكونات بس هنشتغل بيهو حاجة زي دهان كده لما نقول على الطريقة والمكونات هنبتدي نعرف انه دي الحاجات لو اضافت على بعض بتقوم مقام زي دهان كده خلاص طيب ندخل على طول على أول حاجة أو أول مكون في المكونات الأربعة بتاعتنا أشر الرمان الجاف أشر الرمان الجاف هو وفي حاجة اسمها المر مر البطاريخ الكلام ده عند العطار يا جماعة ما فيش حاجة يعني مش همدور عليها يعني احنا ما بنبحث عن الزرة هتلاقوه في مصرف عند العطارين أول حاجة زي باحنا شايفين كده أدي أشر الرمان تاني حاجة حاجة اسمها مر البطاريخ لتنين فيهم مادة قابضة فلو في حد عنده نزيف شرجي أو بواسير أو طيب الفكرة كلها أن في بواسير داخلية وفي خارجية أو في شرخ خارجي وشرخ داخلي الحاجات دي كلها فيها مواد قابضة في مادتين كمان حلوين جدا يعني زي زيت الزاتون وعندنا شمع العسل طيب شمع العسل وزيت الزاتون والحاجات دي أربع مقونات بس هنطلع منهم مادة أو دهان هنستخدمه لهذا المكان طيب أولا ما هي البواسير أو الشرخ والكلام ده هي تمدد للأوعية الدموية اللي موجودة في الشرج طيب الحاجة دي عبارة عن إيه بقى يعني أو التعامل معها يكون إزاي أول حاجة بنجيب مر البطاريخ ده يتضرب على الاشر الرمان الجاف الاتنين يتطحنوا مع بعض تمام؟ وبعدين بضيف عليهم ثلاث معالق عسل أو شمع العسل بعد ما حطوا فيه يعني حمام مية دافية يعني بحطي شمع العسل شمع العسل طبعا إحنا عارفينه اللي بيبقى أول طبقة فيه عسل النحل اللي موجودة طبعا وبحطها فيه حمام دافي علشان الحاجة دي الدوب أنا ليه بستخدم؟ أنا ممكن أكتفي بزيت الزاتون عادي جدا بس زيت الزاتون لما ضيفه على بقية المادتين التانين اللي هو أشر الرمان ومر البطاريخ هيعمل لي حاجة ممكن ما يخليش الحاجة متماسكة أما شمع العسل لا لما بتحط بيعمل نوع من أنواع يبقى متماسك للدهان خلاص كده كل ده بيبقى على بعضه ماشي يتحط على بعضه بحط عليه زيت الزاتون وبتبقى خلطة بتتعامل طبعا يعني بيتدهن منها بعد الحمام على طول طيب قبل كل ده لازم المنطقة دي تكون ديفة طول الوقت لازم غسيل المنطقة دي بالمية والصابون ولازم المنطقة دي تبقى نشفة على طول طيب احنا عارفين يا جماعة هو أنا اخترت الحتة دي بالزيت ليه؟ استكمالا لحلقة المرة اللي فاتت بتاعت طرق التعامل الطبيعية مع امساك المزمن فقلت خلاص هنا البواسير ده ناتج من نواتج الامساك فقلت ان الحلقتين يبقوا ورا بعض بالشكل ده يكون افضل يعني عشان يبقى كده الدنيا تبقى يعني ان شاء الله بإذن الله احنا يمنا سلامة حضراتكم يعني تمام؟ فخلاص كده دي الطريقة طبعا في ناس بعتنلي بيقولولي يا ريت لما تيجي تقولي بعد كده اي حاجة تخصت الوصفات تعمليها في الوستوديو الوصفات دي نحضرها ونعملها في الوستوديو مع بعض انا موافقة جدا 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 حاضر وانا اي حاجة بعد كده فيها وصفات طبيعية هنعدها في الوستوديو مع بعض خلاص ده بالنسبة لأول فقرة تاني فقرة وهي اسأل مع دكتور نورة طيب قبل ما ابدأ في الفقرة على طول في حد اتصلت بي بتقولي بابا وماما بيشوفوا برنامج حضرتك ولو سمحتي قولي لهم ما يجوزونيش الشخص اللي من عيلة فلان الفلاني عيلة عظيمة عيلة عريقة بس الولد نفسه مش كويس وانا مش مرتحاله وانا 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 واربوك يكلميهم علشان خلاص بيوافقه وهيجوزوني حد انا مش عايزاه قبل ما ادخل في الجزئية بتاعتنا طبعا انا ممكن اغير مجرى الحلقة بالكامل عشان في حد حابب ان اساعده انا ما عنديش مشكلة طيب هنوصي بسرعة ونقول البنت رفضة العريس يا جماعة بعد اذن حضراتكم ما تغصبوهاش على حاجة عشان بتحصل بلاوي مش معنى انه من عيلة فلان الفلاني او عيلة عظيمة وعيلة عريقة وان انتو ما كنتوش تحلموا ان العيلة دي تناسبكم او الى اخيره بنتكم اللي هتتعب في الاخر بنتكم لو لاي الراجل ده جدع معيها كويس معيها انسان محترم معيها كانت وفقت عليه وكانت ارتحت له انما هو جاي على اسم العيلة طيب لو جات احتاجت اي حاجة في المستقبل العيلة هتعمل لها ايه بتاعته العيلة عيلة الراجل ده هتعمل لها ايه هي محتاجة في حاجة هي عايزة في مشكلة هي في مشكلة العيلة بتاعته هتعمل لها ايه مش معنى انه من عيلة فلاني الفلاني وانتو ما كنتوش تحلموا ده يعني يديكم مؤشر طبعا أن فيه مشكلة تحصل في المستقبل دايما العائلات يا جماعة مفترض يكونوا عائلات متقربين بس لو مش متقربين بيتم اختيار الشخص على حسب لما يتسئل عنه يعني الشخص الوحده مش لازم يكون من عائلة فلان الفلاني فرجاء يا جماعة أبو البنت ومامة البنت ياخدوا بالهم من حاجة زي دي لأن هي هتتعف في الآخر وحضراتكم هتقولولها عيشي واستحملي زي ما كل الستات عايشة يا إما أنت هتخرب بيتك بإيدك وإلى آخر الكلام اللي لا يعني لا طائلة منه يا جماعة مش عشان راجل من عائلة محترمة وراجل مش عارفة من سلالات ايه يعني مش عارف مين لا بنتكم اللي هتتعف في الآخر والعيلة ويامة كتير أنا عايزة أقول أمثلة أنا بتعرض علي مشاكل يوميا كتير جدا واحد متجاوز من عيلة ما كانش يحلم بيها ست من عيلة ما كانش يحلم بيها بعملت زله طول الوقت ومع يشاف قلق ومع يشاف قرف لأن عيلتها اللي بتدخل في حياتهم أو واحد متجاوز واحدة من عيلة هي نفسها ما كانتش تحلم من العيلة دي تناسبها وحصلت مشاكل وبتحصل مش أقول طلاق ومحاكم هقول جرائم قتل وهقول خيانات وهقول تشرد للأطفال فرجاء ناخد بالنا من هذا الموضوع ندخل على الجزء الثاني من الفقرة وهو كيفية معارفة الخطيب النرجسي أنا السؤال ده تسألته المرة اللي فاتت من إحدى المشاهدات الحقيقة من ضمن الأسئلة اللي أنا بكتبها عشان أحضر منها الحلقات وبيتقول لي واحد متقدم لي ومش عارفة إذا كان ده نرجسي ولا لأ طيب من هو الشخص النرجسي؟ فيه الناس هتسمع تقولك إيه نرجسي ده يعني إيه؟ نرجسي ده شخص لا يرى إلى نفسيه شخص أنيني خاوي من الداخل وعايز سابلاي وإمداد من الخارج من الآخرين شخص شايف نفسه هو اللي ليه سيطرة والهيمنة والآخرين لا احنا شفنا هنا سورة الفنان الكبير أحمد مظهر في فيلم ردة قلبي ده مثال حيلي النرجسية حضراتكم لو بصيته كده على وشه وشه فيه جمود وفي حالة دايما تأهب وهجوم على الطرف الآخر ليه؟ لأن نظرية المؤامرة دايما في حالة جسمه في حالة تانشن كأنه واقف على مسامير عشان الطرف الآخر بيتقامر عليه وبيحسده على مستوى وبيحسده على حياته وبيحسده على كل اللي هو فيه احنا شفنا حتى نظرة هنا الشكل أو اللي هو الانتقام بتاعه طيب هنتكلم بسرعة عن ملامح الشخصية النرجسية في الوش الوش جامد سيما حضراتكم شايفين مايعرفش انه مبسوط أو زعلان في حين ان الطبيعي الطبيعي جدا الانسان بيتعامل وبيتأثر والفرح بيبان على وشه والزعل والاكتئاب والحزن على ملامح الوجه ده لأ مايحبش يبين اللي جواه ولو ابتسم تبقى ابتسامة باهتة كده ونادرا ما ترى اسنانه اسنانه ما تبانش نادرا يعني ولو ظهرت تبقى بالقوطة كده غلط في الصورة يعني ده بالنسبة لما بلامح الوجه طب العينين العينين هي مرآة الجسم والروح مرآة الفرح يعني لو فيه حد متقدم لوحدة وجاي بيكلمها اول ما يتبسط او فيه انه هو اتبسط انه قابل شخصية زي دي بتلاقيه باين على وشه وهنا بقب العين بيوسع لما كون فرحانة انه قابلت حد مثلا حد كويس او هو قابلني بنلاقي بقب العين يتسع انا رجسي عشان ما عندوش طعاطف ليك مش عايز يبينلك بقب العين بيفضل زي ما هو وان قه قه متضحك وان ابتسم وان ضحك كل ده ضحك مزيف لانه ممثل بارع تمام كده يبقى اول حاجة الوجه بعدين العين تاني حاجة في العين النظرة دايما دايما يبص بجنب عينه للشخصية يعني ايه بجنب عينه حضرتك انتي مثلا بصة الواحد لسه بتقدم لك بييجي يا جماعة لغة الجسد لا تخطئ حتى لو ابدا العكس لا 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 يعني احنا بنتكلم في علم انت بتبص او انتي بتبصي انتي بتكلمي تلاقيه بصاص لك كده البصة اللي فيها ان انتي اقل مني العلامة الخطيرة جدا 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 في الشخص النرجسي انك تعرف او تعرف ان الراجل ده او اللي هو غايم يتقدم لك شخص نرجسي ولا لا لا ما يبص الكيش في عينك ابدا ليه ما يبصش في العين علشان بيدارق قناع والكذب والزيف اللي في شخصيته اول حاجة تاني حاجة ما يبص الكيش يبصلك عجبها او اعلى ليه لانه مش عايز يبص انتي مش في مستوية انتي مين اصلا عشان يعني اللي هو ايه ده في ايه يبص هنا او يبص اعلى وابتسامة مزيفة زي ما احنا وضحنا طيب في حاجة كمان في حاجة كمان طيب لما يجي يسلم على الاخرين لما يجي يسلم على الاخرين يسلم ازاي بنص ايد السلام كده مش السلام كده انت بتسلم بترحب اللي قدامك لا بنص ايد كده ده دليل على اني انا اعلى منك دليل على انك اقل مني دليل على اني انا توضعت وسلمت عليك حاجات كتيرة جدا 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 والشخصية اللي زي دي أنت المفروض تشفق عليها بس لو في حد فعلته حد زي دي الأب الأم الأبن الأخ أي إن كان بالشكل ده لازم تتقبل الشخصية وتتعامل معاها ليه؟ علشان إحنا مش هنقطع العلاقات مع الناس خصوصا لو حد قريب إنما لو حد لسه بيقطب أو كده أو حد لسه يعني بتقدم لوحدة وليقيت في العلامات دي تجري تجري ما تقفش تجري كده يعني ملاش دعوة بأي حاجة تاخد أول مواصلة وتجري ما تفكرش وما تبصش وراها طيب أي تاني الشخص اللي نرجسي لما يشوفك جاي بيتجاهلك هو جاي في اتجاهك يقوم معاكس الاتجاه عشان أنت اللي تيجي تسلم عليه وانت اللي محتاجه وانت معلش عفوا يعني تنازل وتعالى وزي ما دينا المثال من شوية لفنان أحمد مظهر فيه فيلم ردة قلبي البرنسة علاء طبعا من الأمثلة الرائعة جدا اللي جسدها الفنان الفارس أحمد مظهر الله يرحمه يا رب ويحسن إليه دلوقتي فعلا هذه الشخصية بالضبط وإن لم يبدي لك هذه الصفات طيب في حاجات تانية لما ترتبطي بيبعة بتلاقي ايه لو انت خارجة في المناسبة انتو مخطوبين تقولي له أنا رايحة فرح صحبتي يقولك طب استني استني أنا هيوصلك تمام والمعاد يروح والمعاد ما يجيش ويعتذر يقولك معلش معرفتش أجيلك أو أديكي ده دليل على أنه هو نفسه مش عايزك تروحي بس بعملية تعطيل طب لو اتجوزته مثلا وحصلت المعجزة واتجوزته ممكن يضرب الأولاد أثناء الزيارة بتاعت أهلك أو يعمل مشكلة أو يحكي لهم على حاجة مقرفة مثلا أو بسات مش كويسة لأن الشخص ده ما بيقبلش أن حد يدخل حياته أو لو دخل لازم يوم للشروط الغير مباشرة بالبسات وبالكلام الغير منمق وبالحرص الزائد وبحاجات كتيرة جدا 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 كلها هتدر بالعلاقة طيب في علامات تانية في علامات ظاهرية زي إيه أول حاجة بتلاقيه حتى لو من غير شعر صريح كل شوية رجع شعره وورا كده طيب إيه تاني زهق من الكلام معاكي مش عاجبه الكلام أو أنت وكلاه كده في الكلام أو إيه لآخره يحطي إيده وورا ظهره ويرجع جسمه وورا تمام وكده حركة دي معناها أن أنا طلعوني من هنا مشوني أنا مش ضايق الكلام مع هذا الشخص وبعدين في علامة تانية جميلة جدا بنكتشفها سواء بقى متجوزة أو لسه هتتجوزي من هذا الشخص أو الأخيره بس لازم تبقى عارفة أنه بيكلمك كده وعامل كده جسمه كده في حركة ديفينس وكده معناها أنه مش متقبل الكلام اللي أنت بتقوله أو مش عايز الكلام اللي أنت بتقوله يأثر عليه فعمل كده فطبعا أو يعمل كده يعني على حسب بالزبط الإشارة المهم أنه الشخص ده غير متقبل الكلام بتاعك في علامة مهمة جدا برضو مع كل العلامات اللي احنا قلنا عليها حرقة الإيد بالشكل ده لما يتكلم مع حضرتك معناها أني أنت ما تقدرش تأثر علي بكلامك أو أفعلك لأن أنا عندي العقلية بتاعتي يعني مهما تقول أنا مش هسمع ومش هتأثر إذن الشخص النرجيسي شخص غير متعاطف مع الطرف الآخر شخص ممكن علشان لو حد مثلا كان في علاقة مع الشخص النرجيسي أو إلى آخره يعني على حسب إيه بالزبط العلاقة تلاقيه طول الوقت عايز الانتباه بتاعك طول الوقت أنت لازم تتعاطف معاه بس هو لا يتعاطف معك بقى يعني هي دي الحكمة بالزبط ده هذا الشخص يعني تبقى أنت مش فاهم يعني الدنيا ماشية إزاي هو كده هو كده بالزبط هو كده إزاي معناها أنه أنت لو غلط تتحاسب على الغلط تتحاسب بطرق كتيرة من طرق نرجيسي طيب هو غلط لا أنت ما بتسمحش أنت قلبك سود أنت غدار أنت ما بتفهمش أنت إنسان قليل الأصل وإنت 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 بيعمل رفلكشن أو انعكاس لصفات اللي جواه عليك فمحدش يتأثر خلاص كده طيب إنرجيسي هذا الشخص من الآخر طيب إحنا فيه نموذج تاني للفنان أحمد مظهر جيه في الأيد الناعمة أما كان طالع أريستوكرا قوي طالع حد غني جدا جدا برضو هنوضح هنوضح هنا إيه الفرق البرنسة علاء عاش ومات بنفس الشخصية عشان مش عايز تغير هو شايف نفسه أنه هو هو أعلى من الناس الرعاع والأفقين اللي تحتيه دولة يا كده يعني طيب أحمد مظهر في الأيد الناعمة لما فضل على هذا المستوى من العجرفة والهيمنة الزائفة والإيجو المزيف وا 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 إلى آخره هو لما حاب يتغير يتغير بقى أحسن حد في الفيلم يعني أنرجيسي ممكن تغييره بس لو هو اللي عايز لأن ده الطرف في الشخصية ده مش الطبيعي المغرور ممكن شوية حاجات في شخصيته ها ضفت له شوية زي يعني حب الزيت شوية مش عارف إيه بس لسه يقدر يغير ففي فرق من الغرور وإنرجيسية الشخص أنرجيسي شخص مضطرب نفسيا تمام كده طيب يبقى هنا مثال إنه عاش ومات لأنه مش عايز يتغير والمثال الثاني لا يتغير وبقى أحسن حد في الفيلم في فيلم القيد النعيمة من النمازج الجميلة جدا للفنان أحمد مظهر دول أحلى فيلمين صراحة بيجسدوا أنرجيسية واحد فضل زي ما هو متعجرف لحد ما مات وعاش لوحده ومات لوحده والتاني لا اتغير ويشترك في الأعمال اللي هي المدنية وبقى يكلم الناس وغير من نفسيته ومن شخصيته لحد ما المجتمع تقبله إذن أنرجيسي بيور أنرجيسي النقي لا يقبل من أي بني آدم في المجتمع فبيفضل وحيد طول عمره أما أنرجيسي اللي هو عايز يتعالج أو عايز يضبط أموره أو عايز يتغير بيبقى حاجة كويسة جدا 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 ويمكن تغييره خلاص كده ده بالنسبة لنا في جزئية أنرجيسي طيب إحنا دلوقتي فيه كم حاجة فيه كم سؤال من الحلقة اللي فاتت إحنا هنتكلم عنهم دلوقتي إن شاء الله الحلقة الجاية عن تدخل الأهل فيه خراب بيوت الأبناء والبنات المتزوجين والمتزوجات بالنصائح يعني إياها وتاني حاجة عن الحمة المتسلطة على زوجة الأبن بالتحديد كمان هنتكلم فيه ده في فقرة إسأل مع دكتور نونة في فترة عندنا صحيحة معلومة هنتكلم عن معالجة الأرق وقلة النوم فيه بطرق طبيعية لكل الفئات العمرية طبعا يا جماعة يعني أنتو شرفتوني جدا بس فيه حاجة نقصة بالنسبة للنرجسي النرجسي كائن ليلي بحت لا ينام لأنه بيقضي تلصص على البلكونات والشبابيك وكده في حالة تقاوب وقلق والناس كلها عاملة مشاكل أو يا جماعة أنا المفروض أختم بس أقول حاجة بس بس أأذنكم دلوقتي إحنا إحنا ربنا يعافينا من أي حد نرجسي والشخص اللي شايف نفسه نرجسي لازم يلجأ لاستشارات نفسية عشان يطلع من هذا الموضوع طبعا شرفتوني وأنشتوني في حلقة النهاردة وإن شاء الله كلامنا خلص الحلقات دي وفيه لسه كلامنا مخلص عموما على برنامج صباح الحياة في الحلقات القادمة إن شاء الله السلام عليكم